موسيقى صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا برحب بيكم دكتور محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر كل إنسان يتمنى أن يظهر في مظهر جمالي وأن يكون في أفضل مظهر وصورة له لكن عند ذكر عمليات التجميل الجراحية تجد الشخص ترتعد فرائصه وينتابه الخوف والقلق على عكس تماما ذكر العلاجات غير الجراحية مثل الليزر وغيرها لذلك سوف نناقش في هذه الحلقة بعض الحلول غير الجراحية المتقدمة مع ضيف عزيز وبعض المشاكل مثل حب الشباب والنمش وغيره من إزالة الشعر نهائيا وتفتيح البشرة وخصوصا الأماكن الحساسة مع اسم متميز جدا في عالم التجميل دكتور محمد محسن سليمان دكتور محمد صباح الخير صباح الخير دكتور محمد نهارت في برنامج أطباء مصر ربنا يخليك في البداية دكتور محمد في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن زراعة الشعر وبعض الأشياء التجميلية لحلول بعض المشاكل وعلامات التقدم في السن مثل التجاعد وغيرها تكلمنا عن حقن البوتكس والفيلر واليوم نريد أن نتكلم عن الليزر والهايفو في علم التجميل بداية دكتور محمد إحنا عارفين أن الليزر داخل في حاليا داخل في معظم مجالات الحياة أي حاجة بيدخل فيها الليزر عايز حركة وضح لنا إيه معنى الليزر الليزر هو ببساطة هو نوع ضوء مركز يعني لو متخيلين كده أن الضوء اللي بيطلع من اللمبة أو الفلاش أو أي حاجة أو حتى ضوء الشمس لو ركسته قوي 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 ده يديني الليزر فأنت متخيل مثلا لما حد بيقعد في الشمس ممكن يحس أنه هو ابتدى يتحر شوي ده الضوء نفسه بيعمل حرارة فهو الليزر بنفس الطريقة لما بيبقى مركز قوي بيعمل حرارة عالية جدا بحيث أن أنا أقدر أتحكم فيه أنه هو يعمل لي حاجات معينة في الجلد فهو بيبقى ضوء مركز جدا ولوه طول موجة معين باستخدمه استخدام معين علشان أوصل لنتيجة معينة في الجسم طيب إيه الاستخدام المعين بالنسبة لعلم التجميل أو إيه استخدامات الليزر أو أشهر استخدامات الليزر الموجودة في علم التجميل هو طبعا الليزر استخداماته كتير قوي في الطب عموما مش بس في التجميل يعني هو الليزر في الأمراض الجلدية لوحدها فيه له استخدامات علاجية وطبعا له استخدامات تجميلية بالنسبة للتجميل طبعا هو بيعمل حاجات كتير جدا 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 في حاجات كتير قوي ما كناش نقدر نعملها ابتدى الليزر دلوقتي يعملها لنا منها مثلا انه بيعمل زي ما انت ذكرت الحاجات اللي انت ذكرتها زادة الشعر بالليزر ان انا افتح اي تصبغات او اي لون مش عاجبني في الجسم زي مثلا النمش او المناطق الحساسة هنقشها بالتفصيل ولكن في البداية كنت احب هرق تقول لنا ايه اللي يجبر الشخص او المريض او اللي عايز يعالج اي مشكلة عنده ان هو يستخدم الليزر او بمعنى اخر ايه مزايا الليزر الليزر طبعا له مزايا كتير ان هو زي ما انت قلت مش جرح مش هدخل قوضة عمليات واخد بنج وتخدير وادخل وقفاقة وغيره لأ بتبقى جلسة والمريض بيبقى فايق وصاحي ومن غير تخدير من غير حاجة وهو تقريبا غير مؤلم يعني الالم بتاعه بسيط قوي فالناس بتقدر تستخدمه بسيط يعني كثير من الاشخاص ما بيحبش ان هو يتعرض للقلم المصاحب لبجراحة اول ما خطر النتيجة عنها صح مزبوط فدي مميزات الليزر ان نقدر احصل على النتيجة اللي انا عايزها من غير ما ادخل في جراحات وخلافه ده طبعا الحاجة الاهمة في الليزر يعني طيب لو حبينا ان نذكر بعض عيوبه طبعا الليزر له بعض الاثار الجانبية زي اي علاج اخر ما دايما فيه شوية اثار جانبية فالليزر ممكن يعمل ان هو يعمل شوية تصبغات في الجلد او بقع ممكن يعمل التهابات في الجلد بعد الجلسات كل ده انما طبعا انا لم اوز الكلام حضرتك بعالك بالتصبغات وممكن يعمل التصبغات بالضبط هو بس كل ده بنتكلم على الاثار الجانبية الاثار الجانبية طبعا اقدر اتجنبها ان انا اختار جهاز كويس ودي مهمة الدكتور ان انا اصبط الجهاز كويس وبرده دي مهمة الدكتور وان انا اتبع التعليمات اللي الدكتور بيقولها بعد الجلسة ودي مهمة المريض مثلا انه اغلب الليزر اللي بعمله المريض المفروض انه هو يبتعد عن الشمس او ما يتعرضش لدوق الشمس الفترة ممكن توصل لغاية اسبوعين انه لو هيخرج في الشمس لازم يحط واقي شمس ويحط الكريمات المطلوب انه هو يحطها بعد الجلسة كل ده بقى بيبقى مهمة المريض لو الدكتور عمل مهمته والمريض عمل مهمته بتبقى الاثار الجانبية في اضيق الحدود او ممكن ما تحصلش خالص طيب دكتور عافين الليزر لوز تغدامات بتنقسم تقريبا لحق الاستخدامات علاجية واستخدامات تجميلية صح مظبوط لو حبينا نتكلم عن الاستخدامات اللي هي التجميلية لو حبينا ان احنا نبدأ بحب الشباب حب الشباب لانه بيسبب مشكلة كبيرة جدا للكسير صح الحفر اللي بتكون موجودة نتيجة حب الشباب ففي البداية قبل ما نبدأ علاج حب الشباب عايز نعرف ايه المشاكل او ايه الاشياء اللي ممكن تزيد من حب الشباب طبعا حب الشباب بيصيب تقريبا تقريبا مية في المية من ناس يعني قليلين جدا 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 الناس في سن البلوغ او فترة المرق اللي ما يقول لهمش حب شباب خالص لازم كل واحد هيجيله ان شاء الله حبايا او اتنين في فترة المرق وده تغيرات هرمونية بتحصل في الجسم بنعتبرها طبيعية ما هياش مشكلة هو بتبقى المشكلة لما يبتدي الموضوع يزيد عن حده او يبتدي يقلب ان هو الشكل بقى وحش او مدايق الشخص او لو هيبتدي يسيب قصار ويعمل حفر في الجلب الحاجات اللي تزيد حب الشباب الحقيقة هو طبعا حب الشباب لما بيبقى قوي عادة بيبقى صفة ورصية او يعني صفة شخصية الشخص نفسه هو جنيه بالضبط الشخص نفسه هو اللي عنده استعداد ان هو يطلع له حب الشباب قوي قوي وفي ناس ما عندهمش هذا الاستعداد طبعا الكريمات التقيلة يعني مثلا لو حد عنده استعداد ان هو يجيله حب الشباب وابتدى يحط الكريمات تقيلة على الوش حب الشباب هيزيد بعض الأدوية بالذات الأدوية اللي بيأخذوها الشباب في الفترة دي اللي أتاها أدوية ممنوعة إلى حد ما اللي هو الأنابوليكس والتستوستيرون والحاجات دي كل الحاجات دي ممكن تزيد من حب الشباب الشباب بيأخذوها عشان يلعبوا حديد ويكبروا العضلات فكل ده ممكن يزيد شوية من حب الشباب الأكل عليه كلام متضارب ما فيش دليل علمي واضح بيقول أنه أي نوع من الأكل بيزود حب الشباب ولكن في بعض الناس بيبقى عندهم اقتناع تام أنه هو لما بيأكل حاجة معينة حب الشباب يزيد فده بنصحه له هو فعلا مقتنع أن في حاجة معينة بتزود لحب الشباب يبتعد عنها قدر الإمكان إنما أنا ما بديش نصيحة عامة في الأكل حاجات تزود أو تقلل حب الشباب طب الحالة النفسية ممكن يكون لها دور أو تأثير يا دكتور عمي طبعا الحالة النفسية ممكن يكون لها دور وكذا دور الحقيقة دور الأولاني إنه هو لو الشخص نفسه حالته نفسية مش كويسة ده ممكن يزود الحبوب أو ممكن يعمل الحبوب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل قبل حدوث الدورة عند السيدات ممكن تزود برضو فرصة زيادة حب الشباب إلى جانب هذا فيه تغيرات بقى أخرى إنه حب الشباب نفسه ممكن يعمل تأثيرات نفسية على الشاب ممكن يبقى هو مدايق جدا من شكله أو شكل حب الشباب على وشه وده ممكن يخليه كمان يعمل حاجة أسوأ إنه يبتل يلعب في حب الشباب بإيده أو يعمل حاجة وده يسيب لنا أثار أوحش من الأثار اللي حب الشباب هيسيبها نفسها بالضبط طيب نتكلم عن علاجه بقى بالليزر يا دكتور قبل ما نقول طبعا علاج حب الشباب بالليزر نحب بس نقول إنه هو حب الشباب له علاجات كتير علاجات دوائية وعلاجات كريمات وكمان علاج بالليزر إحنا هنركز على علاج الليزر إنما عشان برضو الناس ما تبقاش متخيلة إن الليزر هو العلاج الوحيد لحب الشباب علاج حب الشباب علاجات كتير جدا كلها حاجات مهمة في حب الشباب إنما علاج الليزر علاج حب الشباب بالليزر بينقسم لقسمين إن أنا باستخدم الليزر إن أنا أضيع الحبوب أو أضيع حب الشباب اللي موجود وده باستخدم له أنواع معينة من الليزر بتستهدف الحبوب الملتهبة أو يعني إن أنا باستخدمها على الحبوب الملتهبة نفسها أبتدي أعمل الجلسات الليزر بحيث أن أنا أضيع الحبوب اللي موجودة والجزء التاني أنه لو حب الشباب أصفر عنه أو نتج عنه حفر أو أصار لحب الشباب ده باستخدم نوع تاني من الليزر اللي هو بنسميه ليزر التأشير أو ليزر تأشير البشرة علشان نبتدي أن احنا نحسن شكل الأصار بتاعة حب الشباب كميل طيب يا دكتور لو انتقلنا لنقطة أو لمشكلة تانية برضو وتسبب مشكلة نفسية قبل ما تكون مشكلة جسدية وهي النمش النمش طبعا عند بعض الناس ممكن يبقى زيت شوية وممكن يبقى مدايقهم فيه الحقيقة الناس بيبقى عندهم نمش وبيبقوا مبسوطين بيه ما بيبقوش مدايقين منه فهي النمش هو يعني ري أكشن من الجلد أو رد فعلي من الجلد نتيجة التعرض للشمس لما الجلد بيتعرض للشمس الفترات يبتدي بعض الأماكن في الجلد تغمأ برضو ده استعداد شخصي مش كل الناس بيجي لهم نمش طيب أستاذي حركنا أخد اتصال هاتفي أستاذة نورة من الجيزة صباح الخير صباح النور اتفضل يا فاندي لو سمحت أنا عايزة أعرف الخطوط البيضة اللي بتطلع في الجس ايوة ايوة يا نورة السوت كملي في السوت اه هو في خطوط بيضة أنا مش عارفة انا والدة سلات مرات كيسر في منطقة البطن يا نورة ممكن ممكن أستاذي حرك تقفل التلفزيون تمام هل الخطوط البيضة في منطقة البطن يا نورة؟ او تمام اه حاضر هجاوبك على السؤال حاضر شكرا أستاذ نورة اه طبعا سؤال أستاذة نورة هو ده اللي بنسميه ستريتش ماركس او او تفتيح الجلد انه مع تمدد الجلد جامد شوية يبتدي انه الجلد يتفتح او يعمل تفتيح الجلد وده طبعا بيبقى وارد جدا مع الحمل هي ولدت تلات مرات ففي كل مرة البطن بتتمدد جامد فالجلد اللي حواليها بيتشد جامد وبعدين بيبتدي رجعتها بيبتدي حصل التفتيح دي هي بتبتدي الاول كلون احمر او خطوط حمرة مع الوقت يبتدي الالتهاب اللي فيها يختفي وتبقى بس مجرد خطوط بيضة موجودة طبعا ساعات بيبا شكلها مزعج للسيدات خصوص هنقش شكلها وهنقش علاجها ولكن نرجع للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه وموضوع النمش النمش طبعا النمش زي ما قلنا انه هو ممكن يكون فيه نقط بتحصل نتيجة التعرض للشمس وممكن تدايق الشخص نفسه طبعا النمش لما بيبقى موجود في الوش اقدر ان انا اعالجه بالليزر وبعلاق بسيط قوي باجهزة معينة طول النبضة بتاعتها قصيرة او بنسميها كيو سويتشت ليزر اجهزة متخصصة للعلاج او للتعامل مع السبغات في الجلد بحيث ان انا اقدر اشير السبغة اللي مدايقاني او السبغة الزيادة من غير ما اشير السبغة الطبيعية بتاعت الجلد خل النمش يظهر موجود وهو التعرض للشمس فانا هشيل النمش النهاردة ولكن النمش ابتدى يتكون على مدار ثلاث او اربع سنين او كذا سنة لو اعدت ثلاث او اربع سنين او كذا سنة بتعرض للشمس تاني هيظهر نمش تاني غير حب الشباب حب الشباب له فترة معينة وبينتهي فترة الشباب هي ابن موجودة فيها ممكن يتكرر انه يحصل حب الشباب كذا مرة في الفترة دي ولكن مع نهاية فترة الشباب حب الشباب المفروض بينتهي ولو فيه اثار من حب الشباب بعد ما بعالجها مرة طالما ما فيش حبوب تانية هتطلع بيبقى خلاص الاثار دي تعالجت نهائية نحرك ناخد اتصال هاتيفي والسود محمود على السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل دكتور محمد مع حضرتك انا زي ما تقول كده مكسر دكتور سؤال اتفضل اتفضل دكتور محمد معاك بصنا كان عندي شوية تحاجة زعل كده ورح حصلي زي احنا والمغزة يعني صعيدة صعيدة وعلى صعيدة ما واش احسن ناس الصعيدة الله يخليك فيه مكان عندي كل منزل فيه يصلي زي كرش في جسم كده لا انا مش فاهم السؤال قول تاني يا محمود بعد اذنك لاني مش فاهم بالزبط الشكل حوش كبير فيه مواشي والكلام ده حوش كبير فيه مواشي استاذ حارك تعالي صوتك شوية بقولك فيه حوش بمواشي عندنا يعني بكانوا عملين مواشي يعني شوية تمام 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 كل ما بنزل فيه بجمات اللي زي حبوب كده بجسمي ايوه وكل ما بنزل فيه يعني بتزيد وقاوضي اجبتها فيها كده بالذات في المنطقة لتحت العيون بالضبط منطقة لتحت العيون اه تحت العيون بالضبط كده بجبتها فيها بحس انه فيها يبيك ما يكون حاجة ما تكفيها كده حاول اجاوبك على السؤال ده محمود ولكن الاجابة طبعا مش هتبقى نهائية حاول ان احنا نوصل لحل في الموضوع ده حاضر ممكن تتواصل معنا اوز محمود على الصفحة الرسمية او على الوات سابع الارقام اللي هتظهر فممكن تتواصل معنا واحنا نوصل حراج بالدكتور حاضر خلينا نجاوب قبل ما نجاوب سؤال محمود نجاوب سؤال نورة تمام انه الخطوط البيضاء اللي في الجلد طبعا ديه ممكن تتحسن جدا مع الليزر الليزر ممكن يجيب منها نتائج كويسة نتكلم عنها بالتفصيل التجعيد والتفتيح والتفتيح هلنا ناخد اجابة استاذ محمود طبعا شكوة الاستاذ محمود مش واضحة محتاج ان احنا نكشف عليه علشان نشوف سبب الاعراض اللي عنده ايه هو رابطها بحوش في مواشي وده ممكن يكون فيه كذا حاجة ممكن يكون فيه حاجات بتعمله حساسية حساسية من حاجة معينة ممكن يكون فيه فطريات بتتنقل من المواشي ممكن يكون التعرض للشمس الجامد في الحوش بتاعت المواشي بيعمل التهاب بالذات ان هو المنطقة اللي بيشتكي منها هي منطقة مكشوفة للشمس منطقة في الوش فممكن يكون حاجات كتير فصعب ان احنا نقدر نتوصل لتشخيص من الشكوة بس لازم يبقى فيه كشف طيب دكتور لو انتقلنا النقطة تانية وهي علامات التقدم في السن علامات التقدم في السن اللي بعض الناس بيعتبرها ان هي شيء طبيعي وشيء جميل ما بيفكرش ان هو يصلح منها بعض الاخر بيحب ان هو يصلحها وترجع ليه حيويته ونظرته وشبابه تاني الليزر كان له دور كبير جدا في علاج علامات تقدم السن عشان حراك توضح لنا ايه دور الليزر في علامات تقدم السن طبعا الليزر جزء اساسي في علاج علامات تقدم السن يعني احنا اتكلمنا مارل فاتت عن البوتوكس وعن الفيلرز واهميتهم الليزر دور ولا يقل اهمية عنهم باي حال من الاحوال الفكرة انه مع تقدم السن بيبتدي يحصل تغيرات فيسيولوجية في الجسم وفي الجلد نفسه الجلد فيه مواد معينة هي اللي بتخلي الجلد شكله مشدود وشكله مفوش تجعيد مواد زي الكولوجين والإلاستين ومواد كتير بتبقى هي اللي شد الجلد مع تقدم السن المواد دي بتقل او بتبتدي يحصل فيها ارتخاء فتبتدي تظهر تجعيد او علامات على سطح الجلد التجعيد والعلامات دي اقدر ان انا ارجعها تاني لطبعتها مع استخدام الليزر الليزر الميزة فيه انه هو بيدخل يبتدي يجدد الكولوجين والإلاستين من اول وجديد ويبتدي يخليهم يتكونوا بشكل طبيعي تاني زي ما كانوا موجودين في الاول فيبتدي مع التدريج مع جلسات الليزر تبتدي الجلد يتشد ويرجع تاني ويرجع تاني لشكله الطبيعي طيب جميل طب لو تكلمنا عن التصبغات احنا عارفين طبعا ان التصبغات الليزر بيجي فيها نتيجة جميلة جدا ونتيجة مبهرة ايه دور الليزر في التصبغات او في علاج التصبغات الليزر بيشتغل على كل حاجة ملونة في الجلد اي حاجة ملونة اقدر اتعامل معها في الجلد بداية من الوحمات في بعض الوحمات الغمأة اقدر اشيلها بالليزر بعض الوحمات اللي بتبقى موجودة في سن مع الولادة وفي بعض الوحمات التانية الناس برضو تستغرب انها وحمة بتبتدي تظهر في سن كبير شوية على سن البلوء او سن 18 سنة تبتدي الوحمة الغمأة تظهر في الجسم دي برضو الليزر بيقدر يتعامل معها التصبغات احنا اتكلمنا عن النمش في حاجة تانية برضو ليها علاقة بالشمس وهو الكلف او التصبغات اللي بتظهر على الوش عند السيدات وقت الحمل وعند الرجالة كمان ملهاش علاقة خالص بالخرمونات برضو ده كل دي تصبغات ممكن الليزر يجيب معها نتائج كويسة التصبغات او اللون الغامق في المناطق الحساسة تحت الباطو بين الفخدين كل ده بيبقى ساعات مزعج لبعض الناس بيحبوا ان هو المنطقة دي تبقى يروح منها التصبغات كل الحاجات دي الليزر بيتعامل معها بشكل كويس جدا وبيدينا فيها نتائج كويسة بس برضو هنرجع ونقول انه الليزر ما هواش العلاج الوحيد او العلاج النهائي في كل الحاجات دي كل الحاجات دي عبارة عن حالة طبية الطبيب بيتعامل معها من كل الجوانب فبيعمل لها ليزر وبيكتب لها الكريمات وبيكتب لها ادوية وبيكتب كل الحاجات الليزر جزء مهم جدا من العلاج ولكن هو جزء في منظومة كاملة يعني انا دكتور بيشوف الكيز افضل طريقة العلاج ايه المناسب معها وبعدين يبدأ فيها طبعا طيب جميل جدا التأشير بقى يا دكتور احنا عارفين ان الخلايا او خلايا الجلد لما بيحصل اي مؤثر خارجي بتتعور بتتجرح بتتحرق بقى اي حاجة الامبلس بتروح الخلايا بتبعت امبلس المخ اشارات فبترجع المخ يرد تاني ان في المنطقة دي انا عايز اكون خلايا جديدة عايز اكون كولوجين جديد عايز اكون خلايا جديدة للجلد فطبعا العلماء استغلوا الفكرة دي في ان هم يعملوا تأشير للجلد فترجع لي نظرته تاني فالتأشير عارفين طبعا انه ممكن يكون في تأشير منزلي ممكن يكون في تأشير كيميائي ممكن يكون في تأشير باللزل لو حبينا ان احنا في الاول نعرف التأشير الكيميائي التأشير الكيميائي هو ببساطة ان انا بحط مادة كيموية على الجلد المادة دي مهمتها انها تاكل طبقة او طبقتين او تلاتة او يعني زي ما انا عايز على حسب التركيز اللي انا بستخدمه من سطح الجلد فيبتدي يتكون عندي أنه حاجة زي جرح ولكن جرح أنا اللي متحكم فيه يعني الجرح أنا اللي عارف عمقه قد إيه وأنا اللي متحكم فيه عادة الحاجات اللي باستخدمها أو الكيمويات اللي باستخدمها في التأشير الكيموي بتبع أحماض ممكن أحماض فواكه ممكن أحماض زي السلسيرك أسد كل الحاجات دي ممكن أن أنا أستخدمها بحيث أنها تدوب الطبقات السطحية للجلد بعدما الطبقة السطحية للجلد بتدوب بترجع تاني زي ما أنت قلت بيبتدي الجلد يكون نفسه من أول وجديد وترجع لشكلها الطبيعي بس أكون خلصت من كل الحاجات اللي كانت مش عجباني في الطبقة السطحية اللي أنا قدرت أعمل لها تأشير لو حبينا بقى ننتقل يا دكتور من التأشير الكيميائي للتأشير بالليزر عشان نقدر نقارن ما بينهم إيه مميزات ده وإيه مميزات ده وإيه بيختلف عن ده في إيه طبعا التأشير الليزر زمان قبل التكنولوجيا الحديثة كان أن أنا بقشر الجلد كله زي التأشير الكيميائي بمشي بجهاز بيشيل طبقات الجلد زي مثلا جهاز سانيوكسيد الكربون أو جهاز الإيربيام دي أنواع معينة من الليزر بتشيل الخلايا وكنت بشيل الجلد كله بشيل كل الجلد مثلا بتاع الوش فأشيل كل الطبقة السطحية بتاعت الوش واسيب الوش يخف تاني كانت مشكلتها نفس مشاكل التأشير الكيميائي إن أنا مش قادر أوصل للعمق اللي أنا عايزه لأنه لو وصلت العمق شديد هعمل جرح جامد قوي هياخد فترة طويلة جدا علشان يخف فمضطر أن أنا أعمل تأشير سطحي إلى حد ما تاني حاجة أنه كان بيأخذ وقت طويل أنه هو يخف حتى لو كنت عملت وقت سطحي فممكن العيام مثلا يضطر أنه هو يقعد في البيت لمدة أسبوع أو أسبوعين على حسب العمق وبعد ما بيخف بضطر أن أنا أمنعه من ظهور للشمس الفترة طويلة لأنه خايف من الأثار الجانبية ده الليزر البدائي اللي وصيته بالضبط الليزر البدائي خالص اللي كان موجود من أكتر من 25 سنة وبعدين ابتدى يظهر التكنولوجيا بتاعة الفراكشنال ليزر والتكنولوجيا بتاعة الفراكشنال ليزر هي الحية مش تكنولوجيا جديدة هي موجودة من سنة 2003 أتكلم عنها لأنها مهمة بالصد تستاذ حرك ناخد مكالمة أستاذ نور ملجيزة صباح الخير صباح النور صباح النور لصباح تنا كنت بتكلم من خمس بقيل كده أيوة يا فندي متفضلة كنت عايزة أسأل الدكتور معاليس هو فيه نوع كريم معين للخطوط ولا لازم ليزر؟ حاضر هجاوبك يا نور حاضر شكرا أستاذ نور حاضر جزء من الإجابة بتاعة الفراكشنال ليزر اللي احنا كنا منتكلم عنه هو جزء من إجابة نور إنه الفراكشنال ليزر هو التقدم اللي حصل في الليزر على الليزر البدائي اللي احنا كنا مستخدمه وده زي ما اتفقنا إنه هو ما هواش حاجة جنيدة ده من سنة 2003 وهو التكنولوجي دي موجودة الميزة فيها إن أنا ما بشدش الجلد ككل إن أنا مجرد بشيل نقط معينة النقط المعينة دي هي اللي بعمل فيها الجرح الكنترول بعمل زي نباضات متقطعة بالضبط يعني أنا بعمل جرح صغير خالص أنا متحكم فيه تماما وهو الجرح ده اللي أنا بسيبه هو إنه هو يتغير فيه الجلد ويبتدي يكون كولوجي من أول وجديد وبالتالي قدرت إن أنا أعمل كذا ميزة أولا إن أنا أقل للفترة اللي عين هيقعد فيها في البيت إنه الأثار الجانبية اللي بتحصله بقت أقل بكتير قوي ثانيا إن أنا قدرت أدخل لأعماق أكتر بكتير لأنه أنا دلوقتي ما بقيتش بشيل كل الجلد مجرد بقيت بشيل موقت صغيرة خالص فقدر أحصل على النتيجة العيب اللي بيعجهني إن أنا بضطر أعمل ده على صورة جلسات فبدل ما أعمله مرة واحدة زي التأشير القديم بعمله جلسة مثلا كل شهر أو كل شهر ونص أعمل جلسة علشان في الآخر أحصل على النتيجة بعد ثلاث أو أربع جلسات اللي كنت هحصل عليها من نتيجة واحدة إنما في المجمل حتى مع الثلاث أو أربع جلسات بيبقى بالنسبة للمريض أحسن لأنه ما عادش في البيت ما اضطرش إنه هو يعدي في مراحل طويلة الفراكشنا الليزر ده من الحاجات اللي هتجيب نتيجة كويسة قوي فيه تفتيح الجلد أو الخطوط البيضة اللي بتشتكي منها نورة طبعا فيه زي ما اتفقنا فيه علاجات كتير ممكن تستخدم للموضوع ده الليزر هو جزء من علاج كبير فأنت لو سؤالك على الكريمات فيه الكريمات اللي هي بتبقى أشباه فيتامين اي أو بنسميها ريتينويدز كل أشباه كل فيتامينات اللي هو أشباه فيتامين ألف دي بتستخدم لتأشير الجلد بنستخدمها على الخطوط البيضة وممكن تدينا نتيجة كويسة بعد فترة إنما طبعا إن أنا أعمل كذا علاج مع بعض ده بيبقى أفضل حاجة فإن أنا أستخدم كريم مع ليزر مع حاجة تالتة ده ممكن يكون أفضل حاجة للحبوب حتى عادة لما بنروح لطبيب الجلدية لأي عملية تجميلية هو بيعمل حالة تحضير بريبريشل للعيان إنه هو بيحضره الأول بحاجات طبيقة الموضعية قبل ما يبدأ بالليزر وإنه هو بيحضره مبدئيا بيستخدم كذا علاج مش ليزر يقوم بادئ في الليزر على طول طبعا في بعض الحالات بتحتاج إن أنا أحضر الجلد قبل ما أشتغلها وتحضير الجلد ده ممكن يطول من ثلاثة يام لغاية يوصل أسبوعين وساعات شهر علشان أوصل يعني أكون جهست الجلد تماما إنه يقدر يستقبل الليزر ويديني نتيجة اللي أنا أعايزها من غير ما يحصل لي أي أثر جانبه طيب علشان الكريم اللي كانت آخر متصل لطلبته كنا عايزين نتكلم عن تفتيح البشرة بالليزر وخصوصا الأماكن الحساسة تفتيح البشرة بالليزر هو برضو ده نقطة مهمة إنه بعض الناس بتخلط ما بين حاجتين ما بين تفتيح منطقة غمقة في الجسم وده حاجة كويسة والناس كلها بتطلبها والدكاترة ما عندهمش منع إنهم يعملوها بالعكس وبعض الناس متخيلين إنه هم يقدروا يفتحوا بشرتهم بالكامل أو يغيروا لون الجلد بالكامل وده لا ينصح به وصعب جدا الحصول عليه ولو حصل بيبقى ممكن يحصل منه نتائق أثار جانبية كتير ولو قدرنا حتى ننجح أي بوقت المؤقت ولون الجلد الطبيعي هيرجعتين دي حاجة جينية دي بالضبط فإحنا بنتكلم هنا على تفتيح البشرة أو تفتيح الأماكن الغمقة يعني مكان معين أغمق من بقية الجسم بالضبط هو ده اللي بنتكلم عنه طبعا أكتر الأماكن اللي بتحصل فيها غمقان هي منطقة تحت البط أو منطقة دينفخ دي اللي بسميها المناطق الحساسة وفيه علاجات كتير بتحسنها ولكن برضو ساعات بنوقف مع العلاجات دي العلاجات بتوقف عند مستوى معين وما بتديناش نتيجة أكتر من كده هنا بقى بيدخل دور الليزر الليزر أنا بقى عمل تأشير للطبقات السطحية للجلد الطبقات السطحية بتاعت الجلد هي اللي فيها مخزون اللون الكبير فأنا مجرد ما أنا بشير الطبقات السطحية بتاعت الجلد بيبتدي اللون يفتح ويديني الشكل اللي أنا عايزه جميل طيب ده ممكن ياخد كم جلسة مثلا يا دكتور يعني لو حد عايز منطقة ممكن ياخد كم جلسة طبعا هي بتفرق من شخص للتاني وعلى حسب عمق اللون لو اللون غامق قوي ممكن الموضوع ياخد ثلاث أو أربع جلسات إنما فيه ناس اللون عندهم بيبقى خفيف من جلسة واحدة بيتحس جميل طيب لو تكلمنا عن إزالة الشعر كان فيه حاجة اسمها اللي هي Laser Hair Removing ده كان مصطلح مستخدم ويقال أو هو مصطلح طبي أصبح غير موجود دلوقتي أو مصطلح خطأ حل محله اللي هو Laser Hair Reduction يعني بمعنى أصح أو بكل بساطة إن مفيش حاجة اسمها إزالة الشعر نهائيا من أول مرة ده صحيح مفيش إزالة الشعر نهائيا بالذات من جلسة واحدة وبالعكس أنا كل جلسة بعملها بقلل كمية الشعر اللي موجودة في الجسم أو بقلل النمو بتاع الشعر في المنطقة اللي أنا بعمل فيها ليزر علشان كده هم غيروا دلوقتي المصطلح بتاع Laser Hair Removal اللي هو إزالة الشعر وخلوه Laser Hair Reduction أو اللي هو تقليل الشعر طبعاً Laser Hair Reduction أو إزالة الشعر بالليزر بنطلق عليها كده يعني مجازاً ينقسم لجزئين جزء منه علاجي إنه في بعض الأحيان بيطلع بيظهر شعر عند بعض السيدات في أماكن مش المفروض يظهر فيها شعر شعر مثلاً في منطقة الوجه شعر في منطقة شعر في أماكن تانية مش المفروض يظهر فيها شعر عند السيدات وده بيستخدم ساعتها الليزر أن أنا بشير الشعر ده علشان بشيره كنوع من العلاج ساعات بيبقى الموضوع ده مصاحب مع بعض التغيرات الهرمونية بيبقى فيه شوية لقبطة في الهرمونات ولهذا السبب مهم إن أنا لو فيه مشكلة في الهرمونات أعالجها وأنا بعمل الليزر علشان الموضوع ما يبضلش يكرر باستمرار فده شق العلاجي بتاع إزالة الشعر بالليزر فيه شق تاني بقى التجميلي إنه سيدات كتير دلوقتي بيبقوا عايزين يشيروا الشعر من الجسم كله علشان تريح دماغها من موضوع إزالة الشعر بالطرق التقليدية مرة كل شهر أو مرة كل تلات أسابيع فبتبتدي إنها تتوجه إنها تعمل جلسات ليزر نعمل بالضبط نشير الشعر بقى ويفضل الجسم فيه الشعر لفترة طويلة ممكن فترة دي تطول لغاية سنين لغاية لما نحتاج لعمل ليزر تاني وطبعا ده إقبال شديد جدا في الموضوع ده لسيدات كتير وسيدات كتير بي مبسوطين منه وبقى فيه إقبال كمان من بنات في سن صغير لأنهم عايزين من الأول خالص موضوع يعني يتشال أغلب الشعر وأغلب الشعر وتريح دماغها بقى بقية العمر وقلص جميل طيب إيه رأي حضرتك في المنتجات اللي احنا بنشوفها اللي هي الأجهزة المنزلية لإزالة الشعر نهائية هل دي فعالة ولا هي أجد تجارية؟ لا هو الموضوع عليه كذا يعني لسه ما تحسمش نهائية هو اللي أكيد وعمره ما هيحصل أنه عمر ما الأجهزة دي هتحل محل الأجهزة في العيادات لأن الأجهزة دي أضعف كتير هي الأجهزة معمولة مخصوص علشان تبتدي تعمل إزالة الشعر ولكن معمولة بمعاملات أمان عالية جدا علشان ما تحرقش حد لأنه لو سابها مفتوحة ممكن جدا أن المريض يستخدم جرعة أزيب من اللازم فيبتدي يحرق جلده وهو مش واخد باله أنه هو بيحرق نفسه غير الدكتور اللي شايف أو مفاهم اللي بيحصل أو شايف اللي بيحصل التغيرات اللي بتحصل في الجلد فهي الأجهزة دي بعض الناس بتستخدمها كنوع من أنواع التكملة أن أنا بعمل جلسات ليزر عادية خالص في العيادة وبستخدم الأجهزة دي للحاجات التكملة أحافظ على اللي أنا عملته مثلا إنما استخدامها لوحدها كإزالة الشعر هتبقى ضعيفة جدا طيب يا سيد حرك ناخد اتصال صباح الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك الله يشترك ومعي أربع عيال والجابي حاكم بالطلاق ويتبر منه كله أهلا بكاته أهلا بالله اتفضل أنا مع حضرتك أموري حضرتك عايزة تسألي على إيه طيب نشكر نشكرها طيب نكمل كلامنا يا دكتور كنا بنتكلم عن الأجهزة المنزلية التجارية اللي خرجت بالزبط طبعا والأجهزة دي زي ما اتفقنا هي ممكن يكون لها دور ولكن دور بتاعها بسيط شوية ما هوش الدور الأساسي في إزالة الشعر المشكلة إنه لو ما فيش رقابة كويسة على الأجهزة دي السوق هيتملي أجهزة من النوع ده كلها بقى رضيقة الصمع أو معاملات الأمان اللي فيها مش عالية ودي اللي فعلا ممكن تعمل مشاكل حقيقية تصل إلى إنه الجلد يتحرق يتحرق تماما ممكن يبقى عامل زي ما يكون حرق حقيقي في الجلد بس ولهذا السبب بننصح إنه حتى اللي هيشتري أجهزة من النوع ده يبقى متأكب من الأنواع اللي بيشتريها ومتأكب من إنتاجها ومتأكب من إنها متجربة ومعمول عليها دراسات كافية علشان بس ما يخطرش بجلده علشان جهاز مش سيء الصمع أو غير معلوم المصدر جميل برضو في النقطة دي دكتور إحنا بنشوف على السوشيال ميديا عروض مثلا لتفتح البشرة أو للتأشير بالليزر أو لأي شيء بأسعار وهمية يعني الشخص بيلاقي حاجات فيه فرق كبير جدا في رنج الأسعار فده مش يعني مش حد مثلا بيدحك عليك أو حد بيعملها كويس لأ دوا فيه فرق في الجهاز نفسه في الأجهزة اللي بتستخدمها فيه فرق في الخبرة بتاع الدكتور فيه فرق في الماتيريال فيه فرق في حاجات كتير طبعا يعني كل الحاجات دي إحنا زي ما اتفقنا إنه فيه جزء مهمة المريض إنه هو يتباه علشان ما يحصلش أثار جانبية وفي الجزء الأكبر هي مهمة الطبيب مهمتي إن أنا أشوف الجهاز المناسب إن أنا أستخدم الجهاز المناسب إن أنا أشخص الحالة مظبوط وأصبط الجهاز بطريقة مظبوطة كل ده من مهمة الطبيب والمريض ماليوش داعه بالموضوع بس من حق المريض إنه يسأل الطبيب حضرتك بتستخدم لي أي نوع من الليزر طبعا يسأله عن أي حاجة يسأله عن كل التفاصيل ويعرف كل حاجة لأنه بالعكس ده واجب الدكتور إنه هو كمان يشرح للمريض هو بيعمله إيه لأنه فلنفرض إنه المريض ده لأي سبب من الأسباب راح لطبيب تاني لازم يكون الطبيب لازم يقدر يقول للطبيب التاني أنا عملت كذا وكذا وكذا بكل التفاصيل علشان الطبيب التاني ده يقدر يعرف الأبعاد بتاعة العلاج هي إيه فده مهم جدا أنه هو المريض يبقى عارفه ولكن موضوع الأسعار المتدنية قوي طبعا يعني موضوع الأسعار ده كل واحد بيبقى حر فيه كل طبيب بيبقى حر فيه ولكن أنا مش عايز بس الناس تنساق وراء العروض الوهمية اللي ممكن تكون في الواقع بيعملوها مش أطباء ساعات كتير بيبقى دي مشكلة كبيرة حتى بتقابلنا أنا شخصيا في مجال أسنان يا دكتور يعني دي مشكلة بنقابلها كتير وخصصا على السوشيال ميديا صح فالمهم أن أنا أتأكد أن اللي أنا رايح له ده طبيب وشاهداته بتدل على خبرته أو على مستوى التدريب اللي أخدوه في الدراسة أو بعد الدراسة علشان بس أقلل من فرصة حدوث أثار جانبية ممكن تحدث على الجلد طيب لو حبينا ننتقل لجزء تاني يا دكتور جزء حديث جدا برضو في علاج في عمليات التجميل اللي هو الهايفو هاي انتنستي فوكاست ألترا ساون أو ما يعرف بالهايفو زي ما قلنا أن الكثير من الناس أو الكثير من الأشخاص ما بيحبوش عمليات جراحية ما بيحبوش كلمة عمليات جراحية بتخلي الشخص زي ما قلنا ترتعد فرائصه ويقلق ويخاف جدا عشان طبعا بيكون فيه مخاطر ناتجة عنها فهو الإنسان بيحب يتفادى دايم تقنية الهايفو عارفين أنها تقنية جديدة جدا ممكن هرها توضح لنا إيه هي التقنية دي الهايفو طبعا تقنية جديدة إنما هي الحقيقة مبنية على تقنية قديمة جدا وهو الألتراساوند أو الصنار الصنار دا بنستخدم في الطب من سنين وسنين من عشرات السنين كل حتى بنشوفه في الأفلام لما ييجي الدكتور يبقى ماسك الصنار كده وبيشوف الست الحامل ويمشي على بطنها بحيث أنه هو يشيف الجنيم من جوة فهو الصنار دا تكنولوجيا قديمة جدا 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 بنستخدمها من زمان والتكنولوجيا آمنة جدا بنستخدمها حتى في الحوامل وعلى الحملة أو على الأطفال من غير أي مشاكل خالص أنها موجات موجات صوتية موجات صوتية بتتحرك وترتد تاني تديني الصورة فبنفس فكرة الليزر لو أنا ركست الموجات الصوتية دي زي ما كنت ركست الضوء بتاع الليزر أقدر أن أنا أوصل أن أنا أتحكم في الموجات دي أنها تبتدي تعملي حرارة معينة أو تسخين معين على العمق اللي أنا عايزه عشان كده بيتسمى هايفو أو فوكست ألترا ساوند أو الألترا ساوند أو الصنار المركز أن أنا بركز الصنار على مقطة معينة تحت الجلد الهايفو بيستخدم في الأساس لشد الجلد بس بطريقة تانية يعني الجلد الليزر بيفرد الجلد من التجعيد الهايفو أساس بيعمل أنه هو بيشيل التراهلات اللي موجودة في الجلد لو الجلد ابتدى يتراهل مش مجرد يبان فيه تجعيد سطحية هو الجلد ابتدى يتراهل كله وتراهل الجلد ده بيحصل في حالات كتير مثلا في حالات الولادة المتكررة ممكن يحصل تراههل بصورة أبسط نفهم من كلامها الرب أن الحالة لو تقدمت أكتر ممكن نستخدم الهايفو يعني لو كانت الحالة في بدايتها نستخدم الليزر يجيب نتيجة حلوة لا هو مش بالزبط كده هو الهايفو طبعا هو الحالة متقدمة أكتر بس هو الهايفو اللي بيحصل في الجلد مختلف عن اللي ممكن أعمله بالليزر فمثلا لو عندي تجعيد في الوش من هنا عادة التجعيد السطحية دي الليزر هو اللي بيتحكم فيها ولكن لو فيه تراهل لدرجة أن ابتدى الجلد الوشي يتراهل لدرجة أنه هو مثلا الخطوط اللي أنا تظهر النزولي بياله بالزبط ويبتدي يبان اللغد أو منطقة اللغد دي في الرقبة أو تبتدي الرقبة بشكلها مش حلو ده تراهل في الجلد ده اللي ممكن الهايفو يعمله لو نقدر نبسطها أكتر نقدر نقول أن الليزر بيشتغل على الجزء السطحي من الجلد وينعمه والهايفو بيشتغل على الجزء العميق من الجلد ويشده يوصل لطبقات عمق ويشده بالزبط والتراهلات طبعا ممكن تحصل في كذا حالة ممكن مثلا بعد الحمل المتكرر عند السيدات يبتدي يحصل تراهلات في البطن لو شخص كان وزنه زايد شوية وبعدين خس فجأة ممكن يحصل تراهلات في الجلد كنا نتكلم على موضوع تراهلات الرقبة ودي كانت مشكلة عندنا في التجميل أنه ما كانش ليها حل على الإطلاق غير جراحة كانش فيه أي حاجة تجيب نتيجة مع تراهلات الرقبة غير الجراحة دلوقتي مع الهايفو بقى عندنا حاجة نقدر نستخدمها وبتجيب نتائج كويسة طيب هل في شروط معينة في الشخص اللي أنا كطبيب أو كدكتور هستخدم له تقنية الهايفو هل في أشخاص معينة كونترا انديكيشن أن أنا استخدم معهم الهايفو طبعا هو ما فيش كونترا انديكيشن واضح للهايفو وممكن استخدم الهايفو لأي شخص طبعا بيختلف على حسب السن كل ما السن بيتقدم كل ما المريض هيستفيد أكتر من الهايفو كل ما السن كان قليل كل ما الاستفادة تبقى أقل لأنه ما شابه فيه تراهولات جندة لدرجة الهايفو يشتغل عليها وعلشان كده حتى لما بشتغل على السن الصغير ببتدي استخدم باور أقل شوية من لو استخدمته على سن جبير إنه هيكبر أكتر فيحصل تراهل بطريقة أكبر بالضبط بالضبط ولكن بما إنه ما فيش كونترا انديكيشن وفي الواقع هو من الحاجات الكمليكيشن أو الأثار الجانبية بتاعتها قليلة قوي 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 وقدر استخدمه في كذا حاجة إنما الموضوع مش فيه أشخاص ما ينفعش استبتم لهم إنما فيه أماكن ما ينفعش استبتم لها الهايفو أماكن الحساسة اللي بالنسبة لهايفو اللي ببقى خايف على الجسم أو في المنطقة دي مثلا منطقة المنطقة اللي عند الرقبة هنا عند المنطقة القصبة الهوائية القصبة الهوائية لأنها لأنها غضروف فحساس قوي للحرارة وما قدرش نستخدم عليه حرارة جامدة كوفا إن أنا أأذي وكذلك مثلا منطقة حوالين العين مباشرة ما بحبش أن أنا أستخدم حرارة عالية قوي حوالين العين خوفا على العين وهكذا في منطقة مثلا السدر عند السيدات ببقى مش عايزة أعمل الهايفو خوفا من أنه ده ممكن يأثر على الغدد اللبانية اللي في السدر وده ممكن يعملي أثار جانبية على المدى الطويل فعلشان كده هو مش كونترا انديكيشن للأشخاص هو كونترا انديكيشن أو يعني لأماكن معينة في الجسم جميل طيب لو حبنا نذكر أهم عيوب الهايفو أهم عيوب الهايفو أنه ما يشتغلش بعض الناس بنعمل الجلسة بتبقى الجلسة مثلا اتعاملت بقوة أقل من المطلوبة بشوية فيبتدي أنه هو ييجي بعد فترة يحس أنه هو التأثير بتاع الهايفو ضعيف إنما دي حلها سهل إن احنا بنعمل جلسة تانية أقوى شوية بحيث أنه هو يحصل على النتيجة اللي هو عايزة طيب يا دكتور محمد أنا هطلب من حضرتك آخر فكرة عندنا اللي هي فكرة النصيحة الطبية طبعا حضرتك دايما بتبهرنا وبعلمك الغزير وقيد حضرتك الساحرة اللي أنا شخصيا شفت حلات عند حضرتك فهطلب من حضرتك أن تقدم نصيحة للسادة المشاهدين فتنصحهم بإيه النصيحة للسادة المشاهدين بالنسبة لموضوع التجميل أهم حاجة إنه أخطار وأخطار الطبيب المظبوط وإن أنا أبقى متأكد أنا رايح لمين وعارف هو هيعمل لي إيه وأسأل بالتفصيل في كل حاجة هيعملها لي ولو هحقن مادة أو حقنة لازم أبقى عارف اسمها وأدون اسمها لأن الناس عادة بتنسى بحيث أن أنا يبقى دايما عندي فايل طبي كامل لكل الحاجات اللي أنا عملتها بلاش لانسياق وراء العروض اللي ليها علاقة بالسعر السعر ما هواش الأهم في التجميل أهم حاجة في التجميل إنه ما يحصلش أثار جانبية لو ما حصلش أثار جانبية دايب كده رائع جداً لو حصل تأثير إيجابي أو حاجة بقت تتحسن دايب أفضل طبعاً وأفضل ولكن أهم حاجة عندي في التجميل إنه ما يحصلش أثار جانبية وده مش هيحصل زي ما اتفقنا لو الدكتور قام بدوره ونقى الحاجات المفيدة اللي هو حيستخدمها للمريض ومن غير أثار جانبية والمريض كمان قام بدوره واتبع تعليمات الطبيب المزبوطة من غير ما يكسل أو يبتدي يقول أنا مش مهم أحط الكريم دا أو الكريم دا ويبتدي يحصل أثار جانبية نتيجة إن المريض ما بيتبعش تعليمات الطبيب النصيحة الثانية إنه الطبيب عادة بيعامل خطة كاملة للمريض بيبتدي بحاجة وبعدين يعمل حاجة تانية وبعدين يعمل حاجة تالتة فالفكرة إنه ما هواش حاجة معينة بلاش المريض يروح للدكتور يقول له أنا جاي أعمل كذا أنا عايز أعمل كذا مرضى كتير مثلا يجي يقول لي والله أنا جاي أعمل ليزر لتأشير البشر وهي مش محتاجة فبضطر أقول لها إنها مش محتاجة وأبتدي أفضل أقناع إنها مش محتاجة هو ممكن في بعض الناس بيقتنعوا وفي بعض المرضى لا ما بيقتنعوش بيبقى هي مقتنع بحاجة معينة هي عايزها فضروح تدور على الدكتور التاني اللي هيسمع كلامها ويعملها اللي هي عايزها وعادة ده بيبقى فيه إنه ما بيبقاش في مصلحة المريض بالعكس بيبقى ضد مصلحة المريض يعني بالبلد يا دكتور سيب الطبيب يشوف شغل خلي الطبيب يشخص الكيز بتاعتك بالزبط كده بالزبط طيب اتفاضل دكتور وأخيرا بقى يعني الحاجة التالتة اللي نقدر نقولها بعد ما هنسمع كلام الطبيب وهنختار الطبيب المظبوط إنه الموضوع ما هواش بيقتصر فقط على الأجهزة وعلى العلاجات التدخلية ولا ليزر ولا هايفو والحاجات دي كلها ينفع لوحده يديني نتيجة القصوى الموضوع بيبقى زي ما قلنا صورة كاملة الدكتور عاملها وعايز يعمل حاجات كتير للمريض سواء ليزر ومعها هايفو سواء فيلر أو بوتوكس معها كريمات المفروض هو بمنظومة كاملة خطة كاملة للعلاج من كذا طريق بالزبط في نهاية هذا اللقاء بشكر حضرتك جدا يا دكتور نورتنا وقفتنا ودائما بتبهرنا بكلام حضرتك الجميل شكرا في نهاية هذا اللقاء الممتع والمسير أحب أشكر كل فريق الإعداد طبعا على رأسهم مخرجنا الجميل وفريق الإعداد أستاذ الشاب طلعت والدكتورة هند طلعت والصوت والأستاذ كريم وكل أستاذ المشاهدين أحب أشكركم شكرا جزيلا وفكركم إن الحلقة الجاية الأربع القادم الساعة التاسعة صباحا هنسيبها لكم تختاروا تخصص إيه اللي أنتوا عايزينه في الطب وعشان نجيب قيمة وقامة ونجيب طبيب له اسمه في هذا المجال تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام اللي هتظهر أمامكم على الشاشة أو على صفحة البرنامج الرئيسية الإعلامي دكتور محمد طلعت برنامج أطباء مصر أشكركم شكرا جزيلا إلى اللقاء محمد طلعت